السلام واردي في صليح البخاري رؤية للبخاري أو لصحيح البخاري رؤية له عدة منامات تمدحه وتثني عليه تثني على الكتاب والاستشهاد بالرؤى لا بأس به لكن لا يعتمد عليه الإنسان في اتخاذ قرارات في حياته يعني الإنسان مثلا رأى رؤية مثلا أن فلانا يفعله كذا وكذا لا تأخذ قرارا بأن تقاطعه أو تعتدي عليه أو تتهمه أو نحو ذلك تبقى أنه رؤية منام لكن كما قال الإمام وحمد رحمه الله تعالى يقول الرؤية تسر المؤمن ولا تغره تسره إذا قيل والله رؤية كذا وكذا سر بها لكن لا تغره وتجعله ربما يتخذ قرارات في حياته سيئة على الآخرين لكن لو اجتنب شيئا أو أقبل على شيئا بأس بسبب الرؤية الصالحة